استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب عبد الرحمن النوس ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز واجتمر المران على تدريبات بدنية تستهدف الارتقاب المعدلات البدنية لللاعبين وذلك تحت إشراف الإسباني ديفيد بستيرو مخطط الأحمال كما خاط حراس المرمى تدريبات حول سبل التعامل مع التسديدات والكرات العرضية تحت إشراف مدربهم السعودي أسامة الحمدان واختتم المران بتأسيمة خططية تم خلالها الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل الفنية المرغوب في تطبيقها وفي السياق متصل عقد أيمن الجمل مدير الكرة الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي اجتماعا مع لاعبيه وذلك قبل انطلاق المران المسائي في حضور الجهاز الفني للدرويش وكان مسؤوله الإسماعيلي قد قرروا تعيين الجمل مديرا للكرة من أجل أعادة الانضباط وفرض الهدوء والاستقرار داخل الفريق وأعرب أيمن الجمل عن سعادته بالعودة للعمل مجددا داخل ناديها الذي تربى فيه مطالبا من الجميع بالوقوف خلف الإسباني خوان كارلوس جريدو المدير الفني لضمان نجاحه في مهمته وإسعاد جماهير الدرويش وأكد لللاعبين أنه سيتعامل مع الجميع سواسية مشددا على أهمية الالتزام وتجنب أي خروج عن النص من أجل تحقيق الانتصارات وتحسين وضع الفريق بجدول الدور العام والجدير بالذكرى أن أيمن الجمل يتمتع بخبرات كبيرة حيث كانت آخر تجاربه بالإسماعيلي كمدربة عام تحت قيادة خالد الأماش موسم 2015-2016 اشتركوا في القناة